أكد وزير البترول طارق الملا أن مستويات الأسعار العالمية الحالية للبترول والغاز شجعت شركات البترول العالمية على تكثيف عملياتها في مجالات البحث والاستكشاف وخاصة بهدف إنتاج الغاز الطبيعي والذي أصبح الوقود الأساسي والأكثر طلبا على مستوى العالم جاء ذلك خلال اجتماعي وزير البترول مع نائب رئيس شركة الشال العالمية الجديد لأنشط الغاز الطبيعي المسال سيدريك كريمرز بهدف بحث موقف أعمال الشركة في مناطق امتيازها في البحرين الأخمر والمتوسط في مصر وكذلك خطة العمل والمستهدفات خلال الفترة المقبلة في ظل رغبة شل القوية في تكثيف أعمالها في مصر